رحم الله زماناً كان فيه الحجاب رداء العفة والحياء التي ترتديه حواء زمان ولا فأصبحت موضة الحجاب قديمة لا تستهويها الفتيات فاستبدنها بلباس فاضح يكشف عوراتهن لباس الفتيات جعل منهن فرائس للتحرش حوالي أربعة آلاف حالة سجلت لدى وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لهذا العام سببها العري الفاضح والمكياج أظن أن سبب الأول والأخير ربما لكثرة التحرشات الجنسية في المجتمعات العربية هو ربما اللباس الفاضح لفتيات يتبعنا الموضة لكن لا يعلمنا أنها ربما ليست من عادتنا أيضاً ليست من تقاليدنا فيما يخص المكياج المكياج ربما لا توجد فتاة متحبش المكياج لكن هنا نعتبره شيء سلبي لأنه يسبب الفتنة كنصيحة لا نستطيع أن ننصح لخطر كل بنت والله تقول لك أنا خلاني بابة والله أنا شافني بابة على ذلك لا تستطيع أن ننصح لبنته ونتمنى أن الظاهرة هذه لا تفشاش في المجتمع وأيضاً لبهن نقص الشوية تحرش أسباب وين اختلفت معطياتها غير أنها ترجع إلى التنشئة والمحيط الذي تربت فيه الفتاة كما أن الثقافة الغربية نهشت في جسد مجتمع كان محافظاً في وقت ليس ببعيد البنات تعذر كافيهم وعليهم كل طفلة على حساب كفاء وين تربت لينتوراج اللي تربت فيه كين الأم والأب ليتولهوا البناتهم من الصغر ويحرصوا عليهم ويعلمهم على المبادئ على التربية على الطفلة كيف تكون لازم تكون محتشمة اتباع الغرب إذن هو سبب هذا التدني الأخلاقي الذي تفش في الشارع الجزائري وأصبح سماً ينخر فيه أسامة سنوسي وطني نيوز ستيف